حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لا تمدحوني كما مدح النصارى ابن مريم ليس بمدح حقيقة هو ذم وقدح وأذى وذك عسى يتبرأ منهم لما يقول الله له سبحانه وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما قلت هذا أبل ما يكون لي أن نقوله ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربك فقط فهم كذب على عيسى عليه الصلاة والسلام لما أطروه وغلوا فيه كما قال الله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاه إلى مريم روح منه فقط فلا يجب أن يقال ثالثة ولا يقال ابن الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم احذروا لا تطروني لا تبالغوا كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحذيره من الغلو والإطراء وغير ذلك أنه جاءه قوم من بني عامر فقال له يا رسول أنت سيدنا وخيرنا قال إياكم والغلو أنا عبد والسيد والسيد الله مع أنه سيد صلى الله عليه وسلم هو يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وقال لبعض أصحابي قموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاد وقال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا يعني بلالا ولكن نبي صلى الله عليه وسلم لما أحس في كلامهم قال له أنت سيدنا حس فيه نعم من الغلو فقال السيد الله ولما قال رجل بين يدي النبي كان يخطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال بئس خطي بالقوم أن أجعلتني لله ندا ومن يعصهما جعلتنا بضمير واحد مع أنه ما في بس لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مدخلا إلى الغلوب فيه صلى الله عليه وسلم وهذا كله من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسيأتينا بابان في هذا الكتاب في حماية النبي لجناب التوحيد فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذره هنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عسلم عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى بن مريم معظم من عيسى بن مريم ومع هذا من تواضعه وعدم اهتمامه بنفسه وإنما اهتمامه بتحقيق التوحيد قال أنا عبد الله قولوا عبد الله بس لا تطروني كما أطرت النصارى عسلم ومن إطرائه صلى الله عليه وسلم غلو البعض به اليوم فيدعونه من دون الله وتعالوا العياذ بالله يقول يا محمد ويدعونه من دون الله تبارك هذا من الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غلو بل الصحيح أنه لا يجوز الآن في بعض المساجد أن توضع كلمة الله وكلمة محمد هذا غلو لا يجوز أن توضع كلمة الله وكلمة محمد مستوى واحد الله فوق محمد تحد الله رب محمد مربوب صلوات ربي وسلامه عليه فلا يوضع أما بجانبه الله محمد كأنه شيئان مستويا والعياذ بالله وإنما الله ثم محمد حتى بالشهادتين أشهد أن لا إله وأن محمد الرسول هذا تبع بالشهادة هنا لكن لا يقال في بعض الميداليات وجه الله الوجه الثاني محمد خطأ لابد أن نعرف أن الله غير أن الله خالق أن الله رب أن الله إله ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه نبي رسول عبد لله تبارك وتعالى هو لا يقبل هذا صلوات ربي وسلامه وإذاك لما قالت مرأة أو جارية تغني قالت وفينا رسول يعلم ما في غد قال دعي هذا وقولي غيره دعي هذا ولي غيره لا تقولي هذا الكلام أبدا فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أو ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أي لا أنا رسول بل سيد المرسلين صلاة ربي وسلامه عليه لكن لا تبالب لا تبالب قال أخرجه الصحيح أخرجه مسلم أخرجه البخاري لم يخرجه مسلم مسلم لم يخرجه وإنما هو مفردات البخاري ترجمة نانسي قنقر